قام شخص بذبح عجل سمين وأشعل المشوى وقال لأخيه اخرج استدعي لنا الأحباب والجيران ليأكلوا معنا خرج أخوه ليصرخ يا ناس ساعدون حريق في منزل أخي لحظات قليلة خرج مجموعة من الناس والبقية عملوا كأنهم لم يسمعوا الناس التي أتت قاموا بالأكل والشرب حتى انتفخوا التفت الأخ لأخيه متعجبا وقال الأشخاص الذين أتوا لا أعرفهم ولم يسبق لي رؤيتهم فأين أحبابنا وأصحابنا فقال الأخ الذين خرجوا من بيوتهم أتوا ليساعدون لإطفاء حريق ببيتنا وليس لأجل الوليمة فهؤلاء من يستحقون الكرم والضيافة الخلاصة الذي لا تجده بجانبك في وقت الشدة لا تسميه صديقا أو آخا أو حبيبا فذاك من يضحك عليك وقت الضيق ولا يستحق منك الودة والكرم والاهتمام للاستمتاع بقصص جميلة كهذه لا تنسى متابعتي وإلقاء نظرة على الحساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر